النيجر الكنز الثمين للقارة الأوروبية حيث تعد ثاني أكبر مزود للورانيوم الطبيعي للاتحاد الأوروبي العام الماضي بحصة تبلغ 25% بعد كازاخستان وفق ما ذكرت وكالة الطاقة النووية التابعة للاتحاد الأوروبي يوراتوم الوكالة الأوروبية للطاقة النووية أوضحت أن المرافق في التكتل لديها مخزونات كافية من اليورانيوم لتغذية مفاعلاتها بالوقود لمدة ثلاث سنوات مضيفة أنه لا وجود لمخاطر فورية على أمن إنتاج الطاقة النووية على المدى القصير إذا تم قطع الواردات من النيجر أما بالنسبة إلى المديين المتوسط والبعيد فأكدت يوراتوم أنه يوجد ما يكفي من المخزونات في السوق العالمية لتغطية احتياجات الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن اليورانيوم الطبيعي في المخازن المملوكة لمرافق الاتحاد العام الماضي بلغ 35710 أطنان مقارنة بمتوسط الاستهلاك السنوي البالغ نحو 12500 طن وبحسب وكالة الطاقة النووية الأوروبية فإن التكتل لا يمكن أن ينوع مصادر الواردات خلال ما يصل إلى ثلاث سنوات ويشمل ذلك مواقع إنتاج متوقفة حاليا في كندا وأستراليا ونميبيا وكذلك من مصادر جديدة وأكدت شركة أورانو التي تدير على مدى عقود من الزمن منجما كبيرا للأورانيوم في النيجر مرة أخرى استمرار الأنشطة التشغيلية على الرغم من خطط فرنسا لإجلاء مواطنيها وقالت الشركة أن 99% من موظفيها في البلاد من مواطني النيجر ويأتي هذا في أعقاب انقلاب نفذه عناصر من الحرس الرئاسي يوم السادس والعشرين من يوليو تموز الماضي وأطاح برئيس النيجر محمد بازوم حليف الغرب الذي مثل انتخابه قبل عامين أول انتقال سلمي للسلطة في بلاده منذ الاستقلال